السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى على النبي عليه افضل السلام النهاردة يا جماعة هنعمل مكرونة باللبن او العززية الدمياطي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا خليكم معنا وشوفوا الطريقة هنجيب نسلق المكرونة اول حاجة كده الميا غليت معنا هحط ربع كيس المكرونة هسلوه كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين هطيت المكرونة من غير زيت يا جماعة ومن غير اي حاجة الميا بس دي لبن حطيته على النار المكرونة هستنى لما تشرب الميا كلها بتاعيتها زي ما انتم شايفين هجيب اربع معالق نشا في طبق كده اربع معالق او على حسب الكمية اللي انت هتعمليها انا عاملة كيلو ونص لبن جبت صانيات ده انتها سم مكرونة هيا يا جماعة معانا تسلق اسيبها لما تشرب الميا بتاعتها اه شربة الميا بتاعيتها هكيدا خالص وبيت معانا بسلوه كويس معالقة زبدة بلدي احطها على اللبن زي ما انتم شايفين ودي المكرونة بتسلقت معانا وشربة الميا بتاعتها كويس حطيت على المكرونة كوبايتين من اللبن اللي انا حطيها على النار حطيت كوبايتين كده على المكرونة وبعدين ضربتها بالهند بلندر وهي سخنة ممكن تسيبيها تبرد وتحطيها في الخلاط نربتها كده زي ما انتم شايفين فيها حتة من المكرونة زي ما انتم شايفين فيها حتة من المكرونة كده وبعدين هحطها على اللبن على النار في كوباية سكر السكر حسب الرغبة انا حطيت كوباية السكر كانت معانا كويس هقلب كده السكر وبعدين حطيت معلقة من الفانيليا معلقة صغيرة دي المكرونة حطيها على اللبن برضو حطيت المكرونة كده لان انا ضربتها في الخلاط هنزلها على اللبن اللي على البتجاز هقلب كويس كويس جدا جدا يا جماعة جبت المضرب وقلبت كويس هقلب النشا ربع كوباية لبن او مية هنزل على اللبن كده شوية 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 من من النشا لما تتقل معانا هقلب هتنقلب هي على البتجاز هقلب كويس كده لما تتقل معانا ما بسيبش وهي كده وهي على البتجاز عشان ما تتحرقش مننا هتنقلب هتنقلب كده رائد ثم النشا عندنا تستوي وطلع الفقهات اللي انتو شايفينها دي كده معانا النشا استوت هجيب الصينية اللي انا دهنتها سمد هحط عليها كده العزازية او الماكرونة باللبن هحطها في صينية كده زي ما انتو شايفين هبطها في الرخامة كده وبعدين هحطها في الفرن هسيبها تبرد الاول يا جماعة بتسيبها تبرد وتعمل وش كده هسيبها تبرد كويس كده سيبتها تبرد يا جماعة وعملت الوش اللي انتو شايفينه ده اهو زي ما انتو شايفين هسيبتها تبرد تماما اهو حطها بقى في الفرن عشان تعمل معانا الوش اللي انتو شايفينه ده خطيتها تحت الشوية كده اهو يا جماعة الوش معانا كده اهم حاجة تسيبيها تبرد بردت معانا كده وبعدين نحطها في التلاجة لمدة ساعتين او يوم كامل انا حطيتها يوم كامل يا جماعة في التلاجة وبعدين قطعتها كده كده يوم كامل يا جماعة شوفوه الوش عندنا مكشكش وجميل ازاي وبتتقطع جميلة جدا يا جماعة جربوها الماكرونة باللبا الاولى عزازية طحفة يا جماعة بصوا كريمي جدا طعمها كان خرافة يا جماعة والله جميلة جدا لازم انتو جربوها اهو بصوا الوش معانا مكشكش وجميلة ازاي لازم انتجربوها بالطريقة دي طعمها كان جميل قوي قوي يا جماعة جربوها بالطريقة دي الف هنوشفا والسلام عليكم ورحمة الله